سقطت تسع قذائف من الجنب السوري ليلة الخميس في منطقة خالية من السكان محدية للحدود مع سوريا في منطقة الطرى شمال الرمثة بحسب ما أفاد به شهود عيان مراسل رؤية نقل عن الشهود في المنطقة عدم وقوع أي إصابات بشرية حيث اقتصر الأمر على أضرار مدية تسببت بها هذه القذائف وتشهد منطقة الجنوب السوري منذ أيام اشتباكات عنيفة وغارات جوية روسية وسورية على المناطق القريبة من حدود المملكة أبرزها مدينة درع وريفها والمناطق المحيطة بها